شوف أستاذ عدينا نذكر زيارة السيد مسرور قبل أسابيع إلى واشنطن ولقاءاتها المهمة في الكونغرس في وزارة الخارجية في المؤسسات المختلفة التشريعية التنفيذية الشركات الشخصيات الأكاديمية الشروط الحزب الديمقراطي الكردستاني موجودة أمام الإدارة الأمريكية في واشنطن وأيضا الإدارة الأمريكية عبر بعناتها الرسمية هي تدعم بالكامل وتعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ونموذج الأقليم هو حليف مقرب جدا للإدارة الأمريكية إذن الإدارة الأمريكية لن تتخلى عن دعمها المطلق للأحزاب الكردية للنموذج الديمقراطي في أقليم كردستان للتنمية للتقدم في هذا الأقليم لأن تعتبرها جزء من مشروعها في الشرق الأوسط بالتالي أكيد لا يمكن أن نستبق الأمور أكيد هناك تسويات أثناء الزيارة هناك مفاوبات هناك كما أشار التقرير ممكن التنازلات أيضا على القوى التي تعارض تطور العلاقة بين بغداد وأربيل أن تدرك أن هذه المعارضة ليست من المصلحة الوطنية العراقية وهناك ممكن يعني مثل ما لحظنا الهدنة ما للفصائل يعني يظلوا ويضربون ويقصفون وصواريك وسفاروا ونهددوا الآن هناك مصلحة وطنية هناك قوى موجودة ضمن الإضاءة لديها خلط الاتصال وتأثير على هذه الفصائل أخذت منها موافقة بعد الضغط عبر الاتصالات للإعلان رغم بعض يقول إلى أنه ليس الحديث عن المصلحة الوطنية بل الخوف من عمليات الاستهداف بعدها هذا أيضا موجود هذا أيضا موجود نعم بعض عمليات القصف في بغداد الجديدة وشارع فلسطين وكاركوك وجرف الصخار والقائم لكن نحن نتحدث ترجمة نانسي قنقر